مع حول الصيف وهدوء الأمواج داخل البحار تعود ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى الواجهة وأفاج من المهاجرين يبدأون التسلل عبر الشواطئ الليبية قصدين القارة الأوروبية الأمر الذي يؤرق السلطات في البلاد مع تلام اكتشاف القوارب المنكوبة قبال تسواحي ليبيا والطرر الأخيرة لاستقبالهم في مراكز الإيواء وتقديم المساعدة لهم آخر عمليات إنقاذ المهاجرين كانت السبت حيث تمكنت قوات حرس السواحل من إنقاذ نحو 385 مهاجرا غير نظامي في ثلاث عمليات منفصلة من جنسيات إفريقية وأسيوية مختلفة وفق ناطق باسم القوات البحرية الذي أوضح أن المهاجرين كانوا في طريقهم إلى السواحل الأوروبية عبر زوارق مطاطية وخشبية وفور إنقاذهم جرى تقديم الخدمات الطبية والأساسية لهم في نقطة إنزال ميناء ترابلوس والزاوية ومن ثم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي سيتولى عملية رعايتهم وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم ظاهرة الهجرة غير الشرعية كانت خلال الأيام الماضية على أجندة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة خلال محادثاته مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية حيث ناقشا سبل دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في مواجهة هذه الظاهرة والعواقب السلبية النتيجة عنها إذكدت بيبة أن ليبيا لن تستطيع بمفردها وقف ظاهرة الهجرة كونها بلد عبور مشيرا إلى أن الأمر يحتاج تعاونا جديا من قبل الاتحاد الأوروبي مع دول المصدر إذن ككل عام ومع كل حكومة يكون ملف مكفحة الهجرة غير الشرعية أولوية إلى أن عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد منذ عام 2011 وضعف مؤسسات الدولة قوض من الحد من الظاهرة التي ألقت بظلالها على ليبيا التي تعد معبرا هشا لقوارب الموت بين دول المصدر وبين الحلم الأوروبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر